تعلمنا سابقاً استعمال ضرب الأعداد الكلية لحل المسائل مثل هذه المسألة حيث أن أجرة العامل في الساعة 13 ريالاً ونستطيع إيجاد أجرته في 12 ساعة باستعمال الضرب كما يظهر هنا في هذا الدرس سنتعلم ضرب الكسور العشرية فعند ضرب أربعة واثنين من عشرة في ستة وسبعة من عشرة نتبع نفس طريقة ضرب الأعداد الكلية ولمعرفة موقع الفاصلة العشرية نوجد مجموعة عدد المنازل العشرية في العددين المضروبين كما يظهر هنا المجموع منزلتين فنضع الفاصلة في ناتج الضرب بعد منزلتين عشريتين وللتحقق من صحة الحل نقدر العددين المضروبين لأقرب عدد كلي ونجد ناتج الضرب وبمقارنته بناتج الضرب الدقيق نجده قريباً منه وبالتالي الإجابة معقولة وبإمكاننا حساب قيمة العبارة الجبرية سين في واحد وأربعة من عشرة بالتعويض عن قيمة سين بالعدد سبعة وستين من مئة وبضرب الكسرين العشريين بنفس الطريقة السابقة نحصل على الناتج مثال من واقع الحياة قاعدة الهرم الأكبر من أهرامات مصر تحوي اثنين وثلاثة من عشرة مليون حجر يزن الحجر الواحد اثنين وخمسة من عشرة طن وبتطبيق ما تعلمناه في هذا الدرس نجد أن وزن قاعدة الهرم تساوي ستة أطنان تقريباً يعلمنا هذا الدرس طريقة ضرب الكسور العشرية